من بين العديد من النساء المليارديرات اللواتي ورثنا ثرواتهن من أزواجهن أو حصلنا عليها من صفقات الطلاق تقدم جودي لوف نموذجا مختلفا وهي تتربع على ثروة تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار كان لها دور كبير في صناعتها فما سر هذه الثروة؟ ولدت جودي لوف عام 1937 في شيكاغو لكنها درست بالمدرستين الابتدائية والثانوية في مدينة أوكلهوما ثم التحقت بجامعة أوكلهوما للحصول على البكالوريوس في الآداب والعلوم لمدة عام قبل أن تتزوج من توم لوف في 26 ديسمبر عام 1961 في عام 1964 استأجرت جودي وزوجها محطة وقود مهجورة في واتونغا بعد أن حصل على قرض من العائلة بقيمة 5000 دولار ثم أسسا معا شركة لوف التي تطورت بافتتاح 30 محطة أخرى قبل أن يقرر في عام 1971 إضافة متاجر بقالة صغيرة لمحطات الوقود ذاتية الخدمة خاصتهم بالإضافة إلى أعمال الوقود أنشأت العائلة أيضا شركة جيميناي موتور ترانسبورت التي تشغل أكثر من 750 شاحنة وشركة سبيدكو التي تمثل شبكة من محطات خدمة النقل بالشاحنات وشركة تريليام وهي عبارة عن مزود بأنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المضغوط وخدمات الشحن الكهربائي طوال الوقت كان جودي بمثابة شركة مهنية في شركة العائلة حيث عملت جنبا إلى جنب مع زوجها لتطوير أعمالهما كما أسست معه مشروعات أخرى كاستراحات المسافرين والمتاجر الريفية والمنظمات المجتمعية كمركز لوف لريادة الأعمال ومعهد فرانك سي لوف لسرطان ومركز مارغريت لوف الجراحي ومؤسسة لوفز فاميلي فاونديشن التي ترأستها بشكل مباشر كما أنها عادت إلى الكلية بعد 11 عاما من الانقطاع ما جعلها تحظى بتقدير مجتمعي وتكريمات واسعة كان من بينها إدراج اسمها في عام 2015 ضمن قائمة أغنى النساء العصاميات في أمريكا في مارس عام 2023 توفي توم لوف بعد صراع طويل مع المرض فانتقلت ملكية الشركة لجد وأبنائها الأربعة لتشرف على أعمال الشركة بمشاركة ابنيها جريغ وفرانك الذين يعملان مديرين تنفيذيين مشاركين منذ عام 2014 اليوم وبعد سنوات من العمل الحثيث لدى شركة لوفز أكثر من 610 متاجر في إحدى وأربعين ولاية وتقدر إيراداتها بـ 26 مليار وخمسمائة مليون دولار كما تتربع جودي على عرش ثروة تقدر بنحو عشرة مليارات ومائتي مليون دولار كانت طوال الوقت شريكة في تحقيقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر